مبداياً كده بالحلقة دي هتبقى بمنتهى الهدوء هنوطي صوتنا حبتين كده يعني احتمال يعني احتمال أصلاً ما تسمعنيش وأنا بتكلم يعنيش ده مش عشان عندي برد لا سمح الله احنا بس مش عشان حد يارف ان عندنا انتخابات بعد الشر في مارس اللي جاي أي نعم هي حيالة انتخابات مجلس نخابة الصحفيين بس انت كبير وعارف بقى كلمة انتخابات دي ما ينفعش نقولها عادي في مصر عندنا حساسية منها وبعدين معليش بقى يعني من غير زعل هو فيه صحابة في مصر أصلاً تجريد المصرية سمالة على مامك يعني بقت الفايدة الوحيدة منها اننا نعملها قراطيس طعمية ونغرقها زيت انتخابات مين بقى وصحافة ايه كفالة الشر هيا بنا نشوف طول عمر الصحافة في أي مكان في الكوكب مهنة حرة شريفة بنت ناس كده يعني والمفروض انها بتنقل الواقع للناس الأخبار المشاكل الرأي والرأي الآخر وكده الصحب الشاطر بيدعبس في الأخبار ويعمل لقاءات ويدرس بيانات عشان يطلع مقال محترم بيوضح وجهة نظر مبنية على معلومات وقادلة وارقام من غير جهاز سامسونج ولا حسب مزاق صحب المحل بس احنا هنا فم الدنيا مش في مركز شباب الواشنطن بوست عم الحج حد انا في مصر يعني لو كتبت بوست ولا كلمتين على تويتر وما كانوش على نفس إقاع الطابلة البلاحية الجميلة فأنت هتوحشنا صحفي بقى ولا مصحفي ما بتفرقش الأمن خلاص بقافش في زور أي حاجة ممكن تطلع صوت ممكن يعاكن نسيادة الرئيس لو بالطب الحل دوس والخير يجيلك من واسع بقى غير كده صوتك أمانة بكلمك بالأمانة يعني يعني صوتك ده تخليف سرك بدل ما احنا ناخد الأمانة نطلعها للي خلقها بس احنا لما أخذي أنا مش هنقفل الروتر بقى ونسيب حماية سماء السوشال ميديا ونقعد نشوف مين كتب إيه ومين ما كتبش إيه ما هو الأمن ده له طاقة برضو أجد عنه مش هيقطع نفسه احنا هنحط مخبر بكارفاتة ونظارة على رأس الصحفيين عشان ياخد باله من المنطقة اللابش دي ونسميه اسم معتبر كده عشان ما يبقاش باين انه هلهلي يعني نجيب مين يا ترى نجيب مين ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلمات مخبر مخبر يعني مش ايه كلام وعشان الراجل ما يبقاش وحداني واستناس حاسين ان هم صحفيين بقوا وسلطة ربعة ووجع قلب فمجلس النقابة تما من قبيلة بلحوفيتش رجال تتسلم الايادي اللي اشتغلوا على نفسهم كويس وبقوا مسيطرين على مجالس ادارة كل الصحف بالصلاع النبي وأشهرهم وقال معهم وأكثرهم موهبة وكارزمة صاحب الوش البشوش والصوت الملائكي الصحفي والإعلامي الفصيح المحايد قوي سيله استاذ احمد موس واللي يعتبر مثال يحتزى بيه في الصحافة والمعلومة المزبوطة الخير اللي جاي للمصريين اللي هو اعتباره من العام القادم من العام القادم أعني الكلام يبدأ هذا الخير بدايته تصل زروته بإذن الله بإذن الله نتكلم عشرين عشرين تقريبا نعم له الزروة الخير اللي هو انت حضرتك عارف اللي بتتكلم تقول مرجاني يا قوت مش عارف ايه الديني الديني ايوة اللي هو حضرتك بتنتك غاز بكسافة بترول بكسافة دهب اللي هو مش متوقع وده مش بس بيقول معلومات ما تخرش الميا لا ده كمان بيستضيف برامجه خبراء متميزين عشان يوعوا الناس ويعرفوهم المستخبي هاما ليه مستني ايه يعني من صحفي عظيم عنده برنامج برنامج عظيم زي ده يعني انتو بس ظلمين الراجل وبتنسوا ولا اهمك استاذ احمد انا هجيب لك حقك وبالادلة زي ما تعلمنا من حضرتك ثانية واحد ثانية واحد ثانية واحد ايوة ستك زابط مباحث اموال عامة ايوة ما انا بقول لك بحكم بحكم ووزيك السابق الدولار في اكتوبر نوفمبر سنة سبعتاشر هيبقى بسبعة جنيه من اين المعلومات اكتوبر نوفمبر ما انا هقول لك اهو اكتوبر نوفمبر ثمانتاشر لما هيبقى واحد معا دولار وجايبوا لك تقول له يجري العبعية نا ما تقول لناش كلام نا مش كلام اللي هو الله عليك وعلى ضيوفك استاذ احمد بس يا اخسار او الف اخسار الاستاذ وصل سن المعاش خلاص صهر تسعة اللي فات يعني لازم يحل عن وظيفة الحكومية اللي هو مدير تحرير جهدت الاهرام بس لا وقالف لا مصر مليانة مخلصين في الصحافة ثم ليه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قرر مد خدمة احمد موسى عشان جالدت الاهرام ما تقدرش تعيش من غير الحمد لله لحقنا في اخر لحظة يعني وانجيتوا للحق بقى يعني ده مش جديد احنا ما بننساش رجالتنا طلوع معاش بقى ولا حتى تكسحوا لازما ولابدا نفضل وراهم من زمان يعني اي دبورة بتمسك مكان بتمنجه رجالتها حتى لو كانوا بهاي عادي يا راجل ده مطرب المقرباص الاول الاساس ايش طيابة بقى نقيب الموسيقيين تحس بس ان النقابة بدل ما كان مقرها في الزمالك فجأة نقلت موقف العشر ايو بس ده عملية عشان يبقى من رجالت الدولة نسيت ده كلام يا راجل مينفعش تبقى موجود معنا النهاردة بهذا الفوز وانتصارات اكتوبر ونسمع مسك الختام تسلم الايادي مينفعش أسيبك انتخابات التجديد النصفي بتاعت الصحفين دي بتتعمل كل سنتين والسنة دي الانتخابات على كرسي الراسك كبيرة النقيب شخصيا ومعها نص كراسي مجلس النقاب اللي هم 12 عضو بس اخي شوف النزاهة وصلت ليه بيعملوا انتخابات جديدة والطعون اللي تقدمت ضد الانتخابات اللي فاتت سنة 2021 لسه ما تحكمش فيها يعني تقدم من سنتين طعون ان الاعضاء نجحوا بالتزوير بس القضاء واخد مجراء ولسه بيفكر يحكم واعضاء مجلس النقاب بقى في كراسيهم عادي بقى لهم سنتين لأ وبنعمل الانتخابات اللي بعدها كمان صباح الفل يعني الطعون دي كان اهمها دعوة مرفوعة من رفعة رشاد عضو مجلس إدارة أخبار اليوم اللي هو كان اكبر منافس للمخبر ضياء رسوان في الانتخابات اللي فاتت واللي طالب فيها ببطلين انتخابات 2021 واعادت الانتخابات فاكر نفسه في نيويورك وكيد نقابة الصحفيين اللي كان مقرر لجنة الحريات قبل كده قال ان سيناريو بطلان الانتخابات وارد بس مستبعت اللي هو ازاي حضرتك يعني دول كلمتين عكس بعض بس ماشي خلينا نفهم منك برضه ليه وارد طيب قال لك الست أعضاء اللي فازوا في الانتخابات اللي فاتت مفيش حاجة تخلينا نغير يعني الناس كويسين وماشيين على الخط مظبوط ما قالش مثلا ان مفيش تلاعب ومفيش تزوير او توجيه للأصوات لشخص بعينه ولا ان رؤساء التحرير بيخلوا الصحفين يصوروا أصواتهم لضياء رشوان ويبعتوها الرؤساء التحرير على الواتساب لا كل الحكاية ان اللي نجحوا دول مرضي عنهم وما بيعملوا صدع وده يعرفنا ليه القضية ما تحكمش فيها والانتخابات الجديدة خلاص هتتعمل يعني ليه أغيرك وبوزلك منظرك وانت عارف طريق التعريس من ايه نفن ما ينفعش مش مهم بقى متزور ولا مش متزور يأكش حتى النقابة تكون مخطوفة قيلة ان المجلس الحالي النقابة مخطوفة وبالتالي معلش هنرد حالا النقابة مخطوفة وانه المجلس الحالي ما قدمش اي حاجة وما مش حاجة للصحفيين لا عملتوا حاجة في علاج الناس ولا صحة الناس والمجلس ما بيبتمعش ولما عملتوا هيئة المكتب عدتوا خمس شهور هيئة مكتب تعملوها وبالتالي فين الجماعة الصحفية وفين مجلس النقابة الحالي والنقيب اللي بيدخل مرة تانية سيادة النقيب ضياء رشوان مش هعرف ترشح للمنصب مرة تانية في الانتخابات الجاية عشان قانون نقابة الصحفيين بيخلي اخرك تقعد في كرسي النقيب مرتين واربعا دي بس التالتة ما ينفعش والله يبقى لازم نجيب مانيكان تاني غيرك ممكن يبقى نرجعك بعد كده يعني لو تزنقنا في معرص ولا حاجة انما نلعب لك في قانون النقابة ونغير لك المدة عشان تخلت فيها بتعاوزهم ياكلوا وشنا برا ويقولوا ما بنغيرش الوشوشو ما عندناش معرصين كفاءة ما تحاولش اسف والله مش هنعرف نعدل في القانون عشان نزود لك المدة يعني ولا نزود عدد المدد كلام ده ما بيحصلش غير للسيدة الرئيس الصادق الأمين بس هل انت صادق أمين ده انت لمواخذ بايع ضميرك على باب النقابة مخبر مداء ده زي ده لازم يتكافئ على وطنيته وبوسي الآياتي تلات مرات يكسب كرسي نقيب الصحفيين ضياء رشوان اللي ما درس الصحافة أصلا خلال السنين اللي فاتت بقى لازق في النظام البلحاوي ومن مؤسسة الرياسة كمان غير قربه كبير بقى من الأجهزة الأمنية مالي طب الحبة تزيد محبة والراجل مش بس بيطبل ده بيسلم الصحفيين بنفسه للأمن الوطني ديليفري لحد باب المعتقل وده كلام الصحفيين نفسه احنا قررنا وقالة تمديد داود عيد محبا وده نحن نحاول تشفيق الصحفيين إلى التنديل وإلى التحقيق معه لنمتهك لصاب الشرف الصحفي أصبح جزءا من السلطة التنفيذية ونبقاهم بسين وهذا الاتجاه يتطلق أيضا مجلس النقابة كنت أهضوا في أخياتي في زملاتي عدارة ويأخذ موقف أيضا تجاه هذا النقابة بالنعم لما حدث من مع اجتماعه عالس 17 رئيس تحرير والصحف العام والخاصة وإنقراره وقت حقيقة الصحافة والتنجيلة للزملاء والجبلاغة عنهم لجهات الأمن وأقول هذا الكلام مؤكده مرة تاني واستخدامهم مصطلحات عسكرية داخل بيانهم منع تسلم العناصر المؤيدة الإرهابية رغم كلام الصحافين عنه بالشكل ده يعني قدر أقولك إن الاتهامات دي ولا الهواء لو ما كانش القانون بيمنع أنه ترشح للمرة الرابعة كان زمانه متراستق في الكورسي بالضبط زي ما أي مسؤول بيقعد عليه ما بيقومش وهنا طبعا أنا ما بتكلمش على الكورسي مهم الانتخابات المرة دي بتاعتمارس دي الأجهزة الأمنية تقريبا كده مقررة مين هيكون النقيب من بدري عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام اللي كان نقيب الصحافين في 2017 و2019 واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوه يعني وعندنا اسم تاني مخبر برضو مترشع من الأجهزة الأمنية علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وده فضل ثمان سنين عضو المجلس ووكيل النقابة ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد ورئيس لجان الإسكان والمعاشات والثقافة وعجات كتير قوي كده يعني اللي هو ناقص يعملوله تمثال عجوة من رضا النظام عليه ولا بلاش العجو عشان التمثال ده محجوز لحد تاني كل هلومة المناصب دي مش عشان كفاءة لا سامح الله هو في حد كفاءة بيشغلوه أساسا انت يا بتتحزم وتهز كويس يتلبس لازرق مفيش اختيارات تاني فأمل آخر يعني كل الحكاية ان علاء باشا رجل وطني لمواخزة صميم يعني ما يتخيرش عن المخبرين العظماء التانيين وقلم الصحفي بيخر حرية وشفافية انا عوز اقول لحليك انه جزء من الصخرية اللي احنا يعني جوه حتى مجلس التحرير لما بنسمع الشاعات البتقول انه هناك مثلا التعليمات مباشرة اللي يعني انه مثلا احنا عندنا في الاهرام اعلى سلطة موجودة في التحرير هو مجلس التحرير نعم بحضك يعني مدير تحرير في الاهرام وتعلم جيدا يعني القرار هو قرار من مجلس التحرير نعم يعني ورئيس التحرير هو عضو في هذا المجلس تمام زي ما رئيس مجلس ادارة هو عضو في المجلس الادارة وفي أوقات كثيرة جدا بيبقى هو ساكت يعني ساكت يعني ساكت ومجلس الادارة فده جزء من القيم الموجودة في هذه المؤسسة المؤسسة الاهرام محدش بيديك تعليمات مباشرة تتكتب أو تتقال هنهرج ليه يا عم منتا تليفونك نوعه ايه بالزبط يعني جات لك جرأة تحور وعينك في عينه وسزح مدموسة كده عجب العجاب يا أخي والله سيبنا بقى من خناء اللي داير على منصب النقيب دي وخلينا أقول لكم عن التسريب المهم اللي طلع من الصحفيين قال لك في حالة من الاستسلام في الجامعية العمومية للنقابة عشان عضوية المجلس في الانتخابات محسومة ومعروف من أصحاب الكراسي من دلوقتي أصلا هم هم نفس الموجودين دلوقتي لأ ما تزعلنش منك بقى تقول لهم ما لها نعمل انتخابات ليه لما هي كده كده محسومة لنفس الأعضاء احنا سلو بلدنا كده يا سيدي بنحب نحتفل بعيد ميلاد الانتخابات عندنا حبر زيادة بنخلصهم عندنا شوية سناديق وورق بنشغلها بدل الركنة عايزين شوية إصارة وقت ظهور النتيجة ونتفاجئ كده بالنتيجة ونعمل الألقانين ويا خبرة بيط وبتاع ما انت من هنا يعني وعارف كويس احنا في الشكليات ما عندي ناس يوم مرحمين هو بس اللي يحرق الدم قوي يعني الناس دي ما بتكسفش يعني نقابة وهلومة وكل واحد عاملك فيها أحرحر ألم صحفي وعضو نقابة وانتخابات وليلة وعادي تحصل حملة اعتقالات للصحفيين وعادي ايه يعني 23 صحفي تشدوا على المعتقالات عشان كتب مكلام ما عجبش زيادته احنا مال حتى لو الكوكب كله تكلم عنه احنا نقابة صحفيين مصرية لو اعترضنا على حاجة نتحرق ردود فعل دولية قوية أثرتها أحدث موجة حبس لصحفيين في مصر انتقادات من عواصم أجنبية ومنظمات دولية للسلطات المصرية صحبتها مطالبات بضرورة احترام حرية الصحفة خاصة وأن بعض التقارير تشيروا إلى أن موجة الاعتقالات الحالية التي بدأت في سبتمبر-أيلولي هي الأكبر منذ عام 2014 موجة الاعتقالات بتاعة 2019 دي كان من ضمنها الصحفية سلافة مجدي وجزع الصحفي حسام الصياد والصحفي محمد صلاح عشان ما نحبس الست فجزع الصحفي يكتب كلمتين ويقرفنا بقى وما يسيبناش نبهد المرات براحتنا تعال يا عم انت كمان في مكان يقعد بقى حبس احتياطي لحد ما يبلكه نقابة عام يمر على حبس الزميلة الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصورة المصرية حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح ولازال حبسه مستمرا ورغم كل المناشدات الحقوقية والمطالبات القانونية بإخلاء سبيل أحدهما على الأقل لرعاية طفلهما حسب نص القانون المصري لقواعد الحبس الاحتياطي للوالدين إلا أن النيابة لم تستجب آه طبعا لم تستجب ونص هي النيابة لم أغزها تطبق القانون لا سمح الله وبعدين حضرتك القانون بيقول أنه أحد الوالدين يبقى بره عشان نراعي الأولاد بس ده لو ما فيش تهمة واضحة ليهم ومحبوسين احتياطي بس يا حضرة المزيعة انت نسيتي أن الست دي صحفية وجوزها مصور صحفي يعني اللي اتنين صحفيين تهمة دي ولا مش تهمة متعلمة بتاعة المدارس عاملة حوار ليه بقى وبعدين احنا متعودين على الكلام ده وما بنسألش على تهمة وما تهماش صحفية إسراء عبدالفتاح مثلا اللي ما بتطيقش الطيارة الإسلامي اتشدت على الأمن الوطني وخدت الكمبو هناك زي الهانم الانضمام لجماعة محظورة وإشاعة أخبار كذبة وخدت كبيرة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو تقريبا جابت استخدمها بواي فاي مسروق ما تفهمش وبرضو مجلس النقابة المبجل عمل من بينها يا عم ده الأمن الوطني لبس زي مدني واقتحم مقر موقع مدى مصر الإخباري ولا كأنه بيعمل كافس على شقة مافيا وتجار سلاح واتخد وقتها رئيسة التحرير ليه نعطالة وباقي الصحفيين اللي كانوا موجودين في المقر ساعة ما هو أصل موقع مدى مصر ما بياخدش أخباره من جهاز سامسونج معاهم آيفون زي الأستاذ بتاع الأهران كده وما بتوصلهمش الرساي وبسبب اللبش ده الخارجية الألمانية أصدرت بيان بينتقد الحريات في مصر واللي في سببها برضو منظمة العفو الدولية اتهمت جهاز أمن الدولة بإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقالت إن القانون ده هو الشماعة للأمن بينتهك به بحقوق الصحفيين والمواطنين وأي ابن جاز ما مش بيطبل لنا بس النقابة اللي جوه مصر وبيتخطف لها الصحفيين بتوعها عملت ودن من طين ودن من عجين ده وزير الخارجية الأمريكي طلع من هدومه وانتخذ السلطات المصرية في احترام حرية الصحافة يعني سيرتنا لمواغزة بقت على كل تان مصر تصنفت عالميا في 2019 إنها رقم 163 من 180 بلد في حرية الصحافة اسم الله على الصحافة بتاعتنا يعني مش المركز القابل الأخير زي التعليم وبساطة كده إحنا بنعتقل ونسحل ونسجن ونخلي سمعتنا وشكلنا زي الزفت قدام الكوكب كله وبعدين نصرف فلوس بقى على العزومات والمؤتمرات عشان نجمل شكلنا تاني وصد نفس الكوكب بالظبط كده زي ما تقول للناس أنا مش لاقي أأكل ومش لاقي أعلم ومش لاقي أعالج وبعدين تطلع تقولهم إحنا حققنا إنجازات عظيمة بس انتم بطلوا هاري مصر ما فيهاش حرية رأي ولا تعبير ولا فيها مزيع أو صحف يوحد ربنا يقدر يقول رأيه بصراحة من غير ما ياخد الإشارة الخضرة الصحافة الحقيقة في مصر تعتبر شغلانة حد عاوز حياته تتدمر وبيته يتخرب وعيله يتسرده مصر أمه من غير صحافة دي بقى فيها خناقات على مناصب نقابة الصحفيين زي أي كرسي بيحصل عليك نقابة في مصر عشان المكسب اللي هيجي من ورا مكسب سلطة مكسب فلوس أو حتى بس رضا النظام عن تطبيلك وده في مصر أهم من رضا لأم والأب وطبعا مش هننسى مكاسب فوائد فتح حساب في سويسرة بالدولار تعرف الدولار دلوقتي بكام في النهاية أي انتخابات لأي حاجة في مصر هي مجرد شو بيتعامل عشان الشكل مش أكتر روتين ديستوري وميزانية لازم تتبعزع على أي حاجة ملاش لازمة لكن سواء معارض أو مؤيد بتكلم انجليزي أو عربي أو لويندي حتى فكلنا عارفين إن مصر لا فيها حرية ولا صحافة ولا رأي ولا معتقلين ولا كلمة بقى عشان عندنا انتخابات مخاطر الصحفيين وغير نشوفكم على خير إن شاء الله